اغنيات وذكريات اعداد وتقديم احسان المنزر تحياتنا لكم مستمعين الكرام نحن معكم مستمعين الكرام بحلقة جديدة من اغنيات وذكريات اليوم طبعا عم انتبع معك مايسترو احسان ومع الاصدقاء المستمعين ذكريات عن عبد الحليم حافظ كنا وقفنا عند كونه عازف على آلة الابوة والسؤال كيف كان يتصرف على المسرح كان هو اول من تنبه الى آلة الارج الشرعي طبعا اللي تشرق فقدم لنا مجد الحسيني بعدين قدم هاني مهنة وبعدين سمير سرور على آلة السكسفون كان يحب يعطي حق لكل موهوب على آلة الموسيقية لانه كان متواضع وما عنده غرور انه يكون هو فقط طرزان المسرح كان كمان عنده احساس العازف يلي بيلعب دور المرافق للمطرب وبعدين كيف بيتصرف هالعازف اذا عزف منفرد وكمان بحضور المطرب النجم وهي لقى قليل جدا ويكاد ان يكون نادر فعامة يلي على المسرح اللي عم يغني هو كل شي وهو الامر الناهي وما حدا بياخد بريق نجاح وللحظة واحدة امام الجمهور استاذ احسان نحن بنعرف انك رفقت كتير من النجوم فهل حصل معك شيء مماثل وانت وعم تازف معهم على البيانو نحن عم نحكي عن اغنيات وذكريات وانا ما بحب حكي ابدا عن تجارب خاصة فيي انا بهالبرنامج ولكن بمذكراتي اللي عم عدة بوعديك انه رح تلاقي جواب على هالسؤال منرجع لعبد الحليم الوافق من نفسه حتى بعد وصلت سولو مثلا لمجد الحسيني مثل هاي اللي اسمعنيها نبتدي منين الحكاية الورجي اللي بيبلش فيها بيقصم تقسيم كتير حلوة وهي اللي عبها مجد الحسيني فبعد ما يصفق الجمهور لمجد بتلاقي عبد الحليم هو عم بيصفق كمان لهالعزف بكلمة حبي اعجابا لعزفه واحتراما لقلو وبعدين بتلاقيه بيجي دوره ليغني بيقوم بياخد الناس كله معه برحل من الابداع حلو وطبعا بينسوا انه وين كانوا وين صاروا وين عزف ومين قال بيفوتوا مع عبد الحليم بفنه لانه هيدا هو الفن هيدا يلي خلى عبد الحليم حافز فنان الشعب وحبيب الناس باختصار خبرنا كيف ابتدى عبد الحليم حافز مشواره يعني رح قلك انه بيكارسي بيكارسي عبد الحليم حافز هو كان اسمه عبد الحليم شيبانا شيبانا نعم وكان اخوه الكبير اسماعيل شيبانا مطرب معروف يعني مش مطرب عظيم كبير ومشهور ولكن مطرب اسمه معروف بالاغاني الشعبية وبالاسكندرية وكذا اول مرة طلع عبد الحليم غنى غنية صافيني مرة الحقيقة ملقت استحسين عند الجمهور محبة الجمهور محبة ابدا صاروا يستيقوا في منهم قالوا انه رشقوا بالطماطم وهيك يعني هاي اشي انا ما بحب تخيلها انه تصير لعبد الحليم ولكن بقلك هاللقاء الاول مع الجمهور باغنيت صافيني مرة نحن سمعنا بالحلقة الماضي صافيني مرة عم يرجع يغنية بعدين بعد ما نجح ولكن هالحفلة هي ما تسجلت يكن اغنيته الاولى اغنيته الاولى واغنيته الشهرة اغنيت اول طل نعم بدي اقلك عن اسكندرية هون بالمناسبة اسكندرية هي بلد بيطلع منها عباقرة مثل سيد درويش ومثل يوسف شهين المخرج بس اصله من زحلة ايه طبعا ولكن هو ربي باسكندرية بيعتبروه اسكندراني كمان هيدا عظيم الله يرحمه بالاخراج اسكندرية بتشبه كمان جمهور حلب لانه هالمدينة كمان بيجي منها عباقرة مثل محمد الدايخ اللي كان قبل صباح فخري وصباح فخري وشهادي جميل هاو دي كلهم بيغنوا بطريقة كتير كتير حلوة بحلب ومرات كانوا يقولوا اذا واحد بده يصير مطرب وينجح لازم يروح يغني بحلب زنان اعجاب الجمهور بحلب يعني اصبح مطرب لانه اللي تعود عالطرب الاصيل ما بيقبل شي جديد بسهولة ونحن سبق انه قلنا انه ليس هناك شيئا ناجح انه هناك شيئا جديدا عبد الحليم كان اجا اكتير مفاجئ للناس باسلوبه ومشان هيك كانت هالكارسي يعني بالفعل شو هو سبب النجاح وشو عمل حتى نجاح كيف تصرف كيف اشتغل على اغنياته ابدا لم لم جراحه وانسحب بهدوء بعد اغنية صفيني مرة ايه طبعا لانه هالفشل هيدا ما كان له وحده كان موجع كمان لمحمد الموج الملحن اللي كان طالع جديد وكان عم يعطي كمان وطبعا هيدا كان حافز لمعاودة خوض معركة النجاح فراح الازاعة وكان مدير الازاعة اسمه حافظ عبد الوهاب طبعا انا نسيت اقولك انه هو لما طلع كان اسمه عبد الحليم شبانة نا وفكروا الناس انه هو رح يغني مثل اسماعيل شبانة هالاغاني الشعبية اللي بترأس عم طلع لهم بغنية مديرن فيها ساكسوفون وفيها توزيع غربي فلذلك لقوه مختلف فحافظ عبد الوهاب مدير الازاعة اعجب بصوته وقال له يمكن انت شوي لازم تغير اسمك عن حيات لانه تفاجأت الجمهور وقام عبد الحليم تيمنا بحافظ عبد الوهاب سمى نفسه عبد الحليم حافظ نعم وبلش ياخد ألحان من كمال الطويل وملي البراد الى جانب محمد الموشي يوم في شهر في سناء تهدى الجراح وتنا وعمر جرحي أنا أطول من الأيام في يوم في شهر في سناء تهدى الجراح وتنا وعمر جرحي أنا أطول من الأيام وداعي دنيا الهنى وداعي حب يا أحلام ده عمري جرحي أنا أنا أطول من الأيام في يوم في يوم تهدى الجراحة تهدى الجراحة تهدى الجراحة تهدى الجراحة فكو انت بعيد بعيد وانا في طريق السهد وحيد وكل خطوة وفي بعدك الليل الليل وشهو ذكرى وجرحك دي حبيبي حبيبي شيفك وانت بعيد بعيد وانا في طريق السهد وحيد طبعا عم نسمع هالغنية وهي دي من ألحان كمال الطويل وتتشوفي قدي عبد الحليم البطء يلي موجود فيها بها الغنية بطيئة هالغنية صحيح يعني إقاعة بطيئة لاحظنا وشفتي كيف الناس عم تزقف لأنه هون ما بقى إنه عم يقيسوا عبد الحليم لقوا بلو بشخصيته جديدة وقدر يفرض شكل الأغنية يلي هو مأتنع فيها يخلي الناس تحبها نعم هالنجاح هيدا يلي عملوا بالإزاعة طبعا هون أخذ هالشخصية المستقلة ولفت نظر المنتجين قاموا اتصلوا بي وقالوا له بدك تعمل أفلام وكان أول فيلم هو فيلم لحن الوفاء مع شادية هون كمان جند نفس الملحنين العظماء كمال الطويل عطاء غنيت على قد الشو اللي في عيوني يا جميل سلم وكذلك في دويته مشهور اللي هو مع شادية بيقال تعالي أقول لك حتقول لازم أقول لأخير كمان هاي من ألحان مونير مراد حكيت لنا مايسترو إحسان عن بداية عبد الحليم حافز بصفيني مرة وألحان محمد الموجي وكمال الطويل ومونير مراد بس خبرنا كيف كان تعاونه مع موسيقار الأجيال عبد الوهاب عبد الوهاب كان بالأول متفرج يعني عم بيشوف ظاهرة عبد الحليم وهي طلعت بالخمسينات ظاهرة عبد الحليم ولحن الوفاء كان بفتكر سنة الخمسة وخمسين سبعة وخمسين بهالفترة هايدي عبد الوهاب المطرب يلي كان يطلع على الجمهور ويغني مع عوده كان عم يحس انه هو كمطرب بدأ يخف تخف همته كمطرب يعني قال لك أنا بعد هالاسم هاي دا وبعد انه صوتي قارب الستينيت وهيك انه أنا بدي يريح حالي شوي خليني أعطي بالأحان لحن لأصوات أخرى أيوة يعني بالغناء خلي غيري غني وكان طبعا عم بيدور على مين هيك يلاقي فيه شخصية عبد الوهاب وروحه لحتى يمنحوا هالاستمرارية وتعرفي هايدي عند الفنان دايما بيحاول مرات من أنانيتو إنه ما بده يخلص هو لما يكبر بيصير بده يزرع هالشي بولاده إنه يضلوا يستمروا بالمهن يعني دايما حب الحياة وحب الاستمرارية يقال إنه أغنية كل دا كانت آخر أغنية يغنيها على المسرح عبد الحليب عبد الوهاب عبد الوهاب نعم كان بالسبع وخمسين غنى كل دا كان له طبعا هو سجل بالإذاعة ولكن بقلك إنه أكتر من نص ساعة يمكن أربعين دقيقة دامت كل دا كان له بها القصة وكان كتير عبد الوهاب مجيد فيها موسيقى كل دا كان له لم أشوف دعني كل دا كان له لما شفت عني حد لقلبي لي وانشغل تعلي وانشغل تعلي حد لقلبي لي وانشغل تعلي كل شغل تعلي كلنا كل لقلبي كل لقلبي لي 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 حد لقلبي يشبه النسمة في ليالي الصيد خفتني وفي قلبي شوبي لعبي وفي خيالي الصيد خفتني وفي قلبي شوبي لعبي وفي خيالي الصيد طبعا نحن عم نسمع التسجيل يلي سجلوا عبدالوهاب بالإزاعة كل دا كان لي مش المباشر يلي بالحفلة شو أهم ألحان أعطاها عبدالوهاب لي عبدالحليم حافز أعطا كتير ألحان حلوة طبعا نبتدي منين الحكاية توبة عقبالك يوم ميلادك كتير يعني رح نحكي عنه نحن بالحلقة عبدالوهاب لما لقى هالشباب الموجي ومونير مراد وكمان الطويل عم يتدافعوا كلهم ليعطوا عبدالحليم أجمل ألحان هو قال نحن هنا إحنا هنا إحنا عطريقا ونصري نصوم لاب نحنا بنقول فعطا أغنية توبة أول شي بالفيلم التاني لعبدالحليم وغنية توبة كلنا بنعرف توبة توبة يعني فيها نطنطة إنه أنا كمان فيني أعمل ألحان رائصة وشبيبية وكذا بعدين كمان عطا أهواك وتمنى لو أنساك آه شو أجمل أغنية رائع بأفنين تاني يريد ندرس مع أهواك وتمنى لو أنساك وانساك وحيوالي إن ضاعك للأحياء ليساك وانساك وتبيهي من سجحاك واشتك العذاب معاك وللأتنعي حتى لا أرجعتاك لو أنت الدنيا تبيهي من معاك ولضاعي حتى لا أرجعتاك وساعد زنين فيها وقت فيها وقت الحلم ترجمة نانسي قنقر أهواك من أروع أغنيات عبد الحليم حافز وبترجع مع زكريات حلوة حلوة من أجمل الأغنيات التي تحمل معها أجمل الزكريات الزكريات ريتا وخاصة الجميلة هذه نعمة من الله صحيح لأنه اللحظات الحلوة لازم نستعيدها دائما وهي لأنها ما بتجي دائما وكلما أحسسنا بجمال تلك اللحظات كلما وجدنا أنه نحن سعداء نعم بحياتنا والأغاني الجميلة واحدة هي اللي بتاخدنا برحلات الماضي الجميلة كم فيلم مثل وغنى عبد الحليم حافز؟ 16 فيلم ذاتي منهم اللي هلأ بتغنوا بالمطاعم والحفلات أنه ترك أثر كبير كممثل في أفلامه السينمائية اللي انشهرت مثل ما ترك أثر كبير كمطرب؟ بدي أقول لك أنه الصدق هو أحلى كلمة فينا نقول بهالمجال لما غنى عبد الحليم كان عم بيغني من قلبه وإداءه كله شجن وهالكلمة بتعني الحزن الخفيف يلي بيسببه الحب والحالة يلي بيكون فيها العاشق هيكي نايس وحزين يكون عنده شجن كان إداءه فيها الروح هاي دي بالتمثيل نقل نفس الصورة كما هي في الغناء أي بالصدق نفسه نفس الصدق يلي غنى فيه أنا بقول أنه كان ممثل ما غشنا أبدا صادق كما هو مطرب صادق أكثر من بارع بهالشي وهيدا اللي كان مطلوب منه ومن بعد عبد الحليم ما بفتكر أنه قدر أي مغني أنه ينجح في الغناء والتمثيل سواء مثله طبعا وما يزعله مني كان الهوى كان ورمان الهوى رمان ورمش الأصمران شبطنا بالهوى ويرمس الأصمراني شابتنا بالهوى أمر مانا الهوى ونعسنا واللي شابتنا يخلصنا واللي شابتنا يخلصنا آده حبيبي شابتنا آده حبيبي شابتنا آده حبيبي شابتنا موسيقى موسيقى جان الهواها الأغنية الحلوة لعبد الحليم حافظ غنيها بفيلم أبي فوق الشجرة وبعدنا لليوم من غنية نحن بكل المناسبات الحلوة من غنية للحبيب ومن غنية لما نكون بحالة حب ولما نكون بحالة رأس وبحالة رأسه كل قوات يعني بعد الأغنية من الأغنيات الأحبة على قلبنا هل فينا نقول أنه نجاح عبد الحليم حافظ بالأفلام يعني فينا نحكي عن نجاحة كبيرة بالأفلام مثل مثلا ما نجح فريد الأطرش بأفلامه بهالنسبة عبد الحليم إجا بشي مختلف يعني متل ما قلتلك كانت ثورة بالخمسينات وما بعد الخمسينات الفترة يلي مسل وغنى فيه عبد الحليم كانوا يسموه مطرب العواطف وما تنسي زكيها الإنسان يلي اعتمد على كبار الملحنين والشعراء مثل الأب نودي ومحمد حمزة وحسين السيد ومأمون الشناوي لأنه إذا أخذت أي أغنية لعبد الحليم بتلاقي فيه كل مقومات النجاح من حيث تركيبه والبناء وكان هو يقدمه بطريقته بأسلوبه يلي متازه نجح فيه بيكفي أنه نقول أنه فيلم أبي فوق الشجرة استمر عرضه لأكتر من سنة هل بتعتقد أنه بينهيد هالحلقة رح نقدر نعطي عبد الحليم حافظ حقه؟ ما بفتكر أنا بدي أحكي أكتر عن هالمطرب يلي ما حدا بيقدر ينسي أبدا لسبب بسيط بدي أحكي أنه قديش هو لازم الناس تعرف عنه ليتعلموا من مسيرة حياته كتير من الشباب يلي هلأ هني عم بيغنوا ويعرفوا كيف يخططوا لنجاحهم ويستمروا فيه النجاح سهل ولكن الاستمرار كتير صعب مثل ما بيقولوا الوصول إلى القمة الاستمرار في القمة قد يكون أصعب من الوصول إلى القمة أنا كل ما كولت توبة يا بويا ترميني المجدير يا عين وحشان عيون السودة يا بويا ومن دو ومن الحنين يا عين أنا كل ما كولت توبة يا بويا ترميني المجدير يا عين وحشان عيون السودة يا بويا ومن دو ومن الحنين يا عين وأنا كل ما كولت توبة يا بويا ترميني المجدير يا عين ترميني المجدير يا عين وحشان عيون السودة يا بويا ومن دو ومن الحنين يا عين ومن دو ومن الحنين يا عين متغربوا الليالي أبويا مش سيباني في حالي عين والرمش اللي مجرحني أبويا ضيعني وأنا كان مالي عين والرمش اللي مجرحني أبويا ضيعني وأنا كان مالي عين وأنا كل ما قولي التوبة يا أبويا ترقيني المال مع هالأغني الجميلة وأنا كل ما قولي التوبة لي عبد الحليم حافظ منوصل لنهية مشوارنا ببرنامج أغنيات وذكريات الموعد الأسبوع الجاي مع حلقة جديدة كمان عن العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ مع تحيات معد هذا البرنامج المايستر أحسن المنزل مني ريتا نجيم وشكر لزميل أحسن شعيتو إلى اللقاء من إذاعة لبنان قدمنا لكم أغنيات وذكريات مع تحيات المخرج موريس مصلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة